Global Shop Holic السلام عليكم أنا نور سنان واللي ما يعرفني هذه قناتي بدون ما أطول عليكم أنا جربت شركة عادة توجيه الطرود هذه وجاي أكلمكم عن تجربة اشتريت أغراض من أمريكا وشحنتها لعنوانهم بعدين قلت لهم جمعوا لكل شيء داخل باكج واحدة ورسلوها لي لليمن عن طريق DHL والأغراض وصلتنا الحمد لله تمام الحلوة بعد الشركة إنك دائماً راح تشحن بأرخص سعر ممكن نعم بأقل تكلفة ممكنة حتقولولي كيف في عندهم ميزة اسمها مع الشركات المنافسة بدون ما نذكر أمثلة خلوني أوضح لكم أكثر مثلاً إنت عندك الباكج الفلانية الوزن والأبعاد والدستانيشن تبعها يعني هي لفين حتروح جيت على حاسبة الشحن دخلت البيانات طلع لك السعر مثلاً 100 دولار جيت على شركة ثانية دخلت نفس البيانات طلع لك السعر 60 دولار أنت من خلال ضمان الماتش برايس هتروح تكلم الدعم الفني كلهم عند الشركة الفلانة الفلانية الوزن والأبعاد وهذه الدولة طلع الشحن بالسعر الفلاني هم هيتأكدوا و هيعطوك نفس السعر إذا طلع كلامك مضبوط وكذا انت دائماً خليك واثق إنك هتشحن بأرخص سعر أنا بصراحة يا جماعة قلبي ضمان الآن ندخل بالجزء العملي إذا لسه ما اشتركت فيه قناتي أتمنى منك تشترك فيها الآن واتفعل جرس الإشعارات هذا موقع Global Shopholics الرابط لاكوه أسفل فيه الوصف أهم ميزة في خدمتهم إنهم أعطوك عنوان فيه ولاية مع فيه عن الضرائب الآن نحن نعمل مقارنة للأسعار بختار من المملكة العربية السعودية والوحدة كيلو جرام اللينث 10 سنتي والوث 10 سنتي والهيت 10 سنتي نعمل كالكوليت بيطلعوا لي أسعار الشحن زي ما نشايفين عن طريق DHL إكس بريس صلعة سعر 119 دولار فاصلة 93 سنت نجي على نعمل مقارنة نختار المملكة العربية السعودية وأخط 10 كيلو جرام وضغط على get shipping rate هنا عن طريق DHL سيكون السعر 193 دولار أغلى من global shop ب72 دولار يا جماعة وهذه فيش فاست شركة عدد توجيه طرود أخرى نختار المملكة العربية السعودية وندخل المدينة جدة ما نختلف نحط الوحدة متري الوزن 10 العمق 10 الطول 10 والعرض 10 نضغط على التعرف على سعار عن طريق DHL هيكلف 179 دولار أغلى من global shopholics ب60 دولار وزي ما شفتوا global shopholics الأرخص وإذا كان العكس عندهم السعر أغلى ما تقدر تحصل عن نفس السعر عن طريق price match guarantee زي ما وضحت لكم قبل شوية أوكي الآن ننتقل إلى التسجيل نضغط على رجسر هنا تكتب بعدين تحط البريد الإلكتروني وهنا رقم التليفون بعدين تحط وإعادة تأكيد الباسورد وتضغط على الموافقة على الشروط وتضغط على بعدين بيقول لك ضروري ما تعمل تأكيد البريد الإلكتروني تبعك حتيجي إلى الإيميل وتدور على رسالة التأكيد تعمل له الآن تجي إلى وتعمل أدرس جديد هذا اللي راح تستقبل عليه الأغراض تبعك في الدولة اللي انت مقيم فيها تكتب اسمك بعدين رقم التليفون وتحط فتح الخط عشان شركات الشحن هي هتكون تتواصل معك على المعلومات اللي انت بدخلها هنا كتبت اسم الشارع بعدين المدينة الصنعاء المنطقة دارس الزب كود ما فيه كتبت أوكي تم حفظ المعلومات هنا نتأكد إنها صحيحة بعدين نجي على الهوم هنا عندك هاو تو تحيب أدرس أوكي حصلنا على العنوان طبعا نجي مثلا على أمازون دخلت على هنا حاجي على هذه اضغط عليها بعدين اضغط على جديد في امازون وابدأ انسح احطه هنا بعدين احط بعدين 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 اجي اخذ واحطها بعدين اخذ واحطها بمكان بعدين زيب كود واخيرا رقم التلفون واعمل ادد ادرس والتالي تم ادراج العنوان اه تبع بداخل حسابي الامازون والآن تبك علي اني اتسوق الى هذا العنوان اه انا خلصت اجهز الأغراض الاجتماعي داخل سلة الامازون اه هذه هي بعمل على اه هنا احدد العنوان اللي احنا دخلناه اه هذا هو لنا له تحديد اه اختار طريقة الدفع اضغط على اه هذه الاغراض اللي بنشتريها وهنا عندي اه واضغط على تم الطلب بنجاح وممكن ندخل الى التفاصيل اه نشوف متى هذه الاشياء هتوصلني اضغط على مثلا هذه السنيكرز ستوصلني يوم 19 مايو بس انتظر لان الاغراض توصل هنا ها نحن ها نحن ها نحن ها نحن من الغراض من هنا نتجم الاغراض كل يوم ها نحن ها نحن ها نحن امازون بعد ما يوصلك اشعار ان الاشياء وصلت هتيجي للسوريج اند شب سنتر في جلوبال شاب هالكس انا عندي كل هذه الطرود او الصناديق اه مثلا عندي هذه الشحنة عبارة عن الحذاء اللي احنا شفناه اه بضروري ادخله الديكولاريشن فوق اه هنا احط اسم القطعة انا اسم القطعة انا اسمتها شوز الكونتتي واحد واحط السعر يفضل تحط السعر الحقيقي انا بحط عشرين دولار واضغط على سبمايت بعدين تكرر خطوات اضافة معلومات ما بداخل الصناديق مع باقي الشحونات هنا اه نستغل على نقيب الباكيج من هناك نعمل اسكان الباكيج وبيطلع لنا اه الشحنة نفسها كان فيها اه اغراض كان فيها بوكسين هنا لازم ان هنا البوكس وهنا كمان البوكس الثاني نفتح البوكس عشان نطلع من الاغراض اه 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 ناخذ البوكس كلا ونحطه داخل البن نفتها اذا كانت البن حجمها صغير احنا ممكن نستخدم امازون اه الآن نضغط على الزر الاحمر هذا يعني نعمل طلب تجميع وشحن اه هنا بيقول لك الريكوست اي دي وهنا التوتال باكيج عندي ست اه شحنات وهنا السعرها وهذا المكان اللي بنشحن اليه العنوان وهنا الريكوست اذا انت عندك ممكن تكتب اي حاجة الفريق عشان يسووه لك اوكي اه هنا عندك اه انا حددتها وكمان التأمير وارسال اه كهدية هنا يقول لك اذا فيها بطاريات ولا لا واذا فيها مواد خطيرة ولا لا انا بعملها اي اكسبت بعدين سبايت هنا بيقول لي تم تقديم الطلب بنجاح بعدين بياخذك الى هذه الصفحة بيقول لك جاري الاعداد وهنا انتظار اه الدفعة بعدين المعالجة تم الشحن بعدين تم الوصول يعني انت بتمشي على هذا المسلسل وبعد ما يخلصوا حتيجع الى اه بوكسز زي ما انتم ملاحظين حقي طلعت واحد بوكس وزنه عشرين باوند والابعاد تبعه السبعة عشر في سبعة عشر في اربعة عشر انش كبير جدا والوزن يعني معقول اه الان نشوف الصور وهذه القطاع اللي داخله الباكيج ويتبقى لنا اخر خطوة نعمل لا تنسوا يا جماعة تستعملوا كود الخصم الحصري عشرة دولار ظاهر امامكم على الشاشة يستعمل فقط لاول مرة على اول شحنة اه نختار طريقة الشحن انا بختار دي اتي ال بيكلفني مئتين وعشرة دولار اه نختار طريقة الدفع عندهم اكثر من طريقة دفع ترانسفر وايس بايبال بيتكوين اه بانك ترانسفر انا افضل بايبال وهنا عند الجدول المعاملات التفصيلي اه عشان تعرف انت كم دفعت وكده اه تضغط على وتضغط على اه خلاص تسجل الدخول بحسابك البايبال وتدفع الفلوس بعدين الكوريير سيستلم الشحنة ويعطوك رقم التتبع في هذه الحالة DHL اه وكان واجهة الارسال الى اليمن زي ما وضحناها لكم واخذت وقت طويل لان الوضع باليمن جدا صعب و المهم وصلت بنجاح زي ما انت شايفين برجع اعمل فيديو اكلمكم عن الاشياء اللي اخفتها وهذا كان كل شيء عندي اليوم اتمنى انكم زوروا مدونتي باستمرار انورسلان دوت كوم ومع السلام اصدعوا بيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكم اشتركوا في القناة ger